لاحظوا ماذا تقول الروايات غيبة النعماني والرواية عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه يقول المهدي أقبل المهدي أقبل ما المراد من الأقبل المهدي أقبل جعد بخده خال يكون من قبل المشرق أنا لا أريد أن أشرح الرواية بكلها فوقت البرنامج لا يكفي ولكن هذه الكلمة ربما تسمعون بها تقرؤون بها وربما ما سمعتم بها أساسا إذا كنتم تكرعون من الفكر الناصبي متى تقرؤون روايات أهل البيت من الذي يحدثكم بها المهدي أقبل المراد من الأقبل صاحب العينين السوداوين يكون السواد شديداً والبيض شديداً سواد عينيه شديد وبيض عينيه شديد يعني ليس هناك من اختلاط العيون صافية عيونه صافية جداً فسواد عينه شديد وبيض عينه شديد وحين تنظر إليه كأن عينه منكسرة هذا هو الذي يقال له الأقبل كأن عينه منكسرة كأنه ينظر إلى طرف أنفه فالأقبل هو صاحب العينين السوداوين الشديدتي السواد والذي ينظر إلى طرف أنفه كأنه ينظر إلى طرف أنفه عيونه منكسرة المهدي أقبل جعد الجعد صفة للشعر الشعر الجعد هو الشعر الذي لا يكون خشناً جداً ولا يكون سبطاً جداً مسترسلاً وسهلاً يعني في حالة وسطية لا هو بالسبط والمسترسل جداً اللين ولا هو بالخشن المهدي أقبل جعد بخده خال في خده الأيمن خال يكون من قبل المشرق بداية أمره وهذا المعنى يظهر من روايات أخرى المهم وإذا كان ذلك خرج السفياني فيملك قدر حمل امرأة تسعة أشهر يخرج بالشام فينقاد له أهل الشام إلا أهل الشام ينقادون له سيقبلون عليه من خلال الروايات إن أهل الشام يجدون في السفياني ملاذاً وسيعاملهم بشكل حسن هكذا يبدو من الروايات تكون مسيرته مع الشاميين مسيرة حسنة فينقاد له أهل الشام إلا طوائف من المقيمين على الحق يعصمهم الله من الخروج معه إلى آخر الرواية إلا طوائف من المقيمين على الحق يعصمهم الله من الخروج معه هؤلاء يحملون نفس الصفة التي حدثنا عنها إمامنا الصادق في الرواية في تفسير إمامنا العسكري وهو يحدثنا عن مراجع تقليد شيعة هم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه وهذا السفياني هو من أحفاد يزيد الروايات هكذا تقول لنا الروايات تقول بأن السفيانية يعود نسبه إلى خالد بن يزيد بن معاوية ترجمة نانسي قنقر